بلال ايه حكاية رغبة كلر في التعاقد مع ظاهير ايسر وبديل للشناوي؟ هو كلر شايف ان علي معرول محتاج بديل قوي خاصة في ظل عدم اقتناعه بكريمي دبيس ومحمد اشرف وخليل ورافة خليل هو شايف ان الفريق بيحتاج لظاهير ايسر قوي واجنبي مش بحله عشان خاطر هو شايف ان كل الازارة الموجودة في الدور المصري مش هتناسب افكاره باستثناء العيب واحد بس هو صعب جدا اللي هو بالنسبة له يبقى موجود هو احمد فتوح طبعا هو بالنسبة له شايف ان فتوح هو اكتر العيب ممكن يبقى بديل مناسب لمعلون اللي قلاص يعني مرسي بكلر شايف انه افضل بديل لعلي معلول احمد فتوح احمد فتوح يعني هو نظرا لصعوبة التعاقد مع فتوح وازماته الكتير الفترة اللي فاتت فشايف اللي هو طالب لإدارة النادي الاهلي بالتعاقد مع ظاهير ايسر اجنبي قوي على نفس نهج المعلول عشان خاطر معلول استهلك بشكل كبير جدا ويعني ضغط مبورات كبير جدا وكمان عامل السن بيأثر على معلول محمد الشناوي بقى بيأزم أزمة بيمثل أزمة القلر بشكل كبير جدا خلال فترة اللي فاتت الشناوي لو جينا شوفنا في أول الموسم كان مر بتزابس كبير جدا في المستوى وكان كولر درس بشكل كبير اللي هو يدي لعلي لطفي المشاركة ما كان الشناوي لكن تراجعنا قرار مرة تانية عشان خاطر شايف ان ما يسلمش الشناوي للجماهير وما يخلص على الشناوي نفسيا لكن الشناوي جيه في كاس العالم للأندية استياق كبير جدا من كولر من أداة الشناوي في البطولة شوفنا الشناوي ازاي كان مش مركز في مراتش في البطولة فهل كولر طلب بديل للشناوي؟ هو شايف ان لازم يبقى فيه حارس بديل خاصة في ظل كبر سن الشناوي وكمان كبر سن على لطفي المتكلم في 34 سنة و33 سنة وشايف ان الشناوي طول ما هو واصق ان هو هيلعب أساسي مهما يغلط ومهما كده فهيبقى مفيش حافز بالنسبة للحارس ممكن يجيب حارس يبقى يسخن الشناوي الشناوي يمركز بشكل أكتر شوفنا ازاي الشناوي طبعا ده ما بيقليلش من الشناوي الشناوي هو حارس أفضل حارس داخل قارة أفريقيا وكمان هو أفضل لعب داخل قارة أفريقيا ويمتلك كسير جدا من الخبرات لكن الشناوي بيمرر بمرحلة غريب علامة استفام كبيرة جدا أخطاء ما يغلطهاش حارس مرامة صغير ياخي سبحان الله الناس مسكت في غلطة مطش فلمينجو وثابت ان محمد الشناوي تصدى لضربة جزاء من لوكا مودريتش أفضل لعب في العالم يا سبحانه ما هو هي دي مشكلة تحرس المرمى عموما في أي مكان في العالم بالضبط هو ده انه انا هنسلك الحلو بسرعة وامسك في غلطه غلطه ما بتغفرش يعني ممكن مثلا المهاجم لما بيضيع فوارد تصدى ضربة جزاء دوت ولو ما داخلت فيه محدش هيلومه بس بس انت بتضيع على مجود فرقة كاملة بغلط يعني انت كشناوي انت قاعد الفرقة فانت لازم تبقى انت اللي متحمل وصلها بشكل انا عشان راجل شفت الدنيا بيحصل فيها ايه فانا شفت مانويل نوير وبيغلط شفت بوفون وبيغلط انا مكلم على الاساطير بتوحرس المرمى شفت دي خيه بيعمل كوارث مع مانشستر يوناد شفت تيبو كورتوغا كورتوغا ماري مادريد بالتأكيد بس انا عادي يعني انا دي بقى بشوفها احنا بس في وقت السوشال ميديا فخلاص اللي بيغلط غلطة قد كده وده بيروح في ده لا بس هو الشيناوي مش مش فكرة اللي هي مارش فيلمينجو بس لا هو الشيناوي من بداية الموسيقى الاقطاع بيت قريبة شوية عادي زمان كيف تبقى بيت اه بالضبط ونفس الاقطاع يعني تحسين الشيناوي ممكن في نفس المارش يعمل حاجة تقال على واو يا شيناوي ونفس حاجة يتضيع كل مجهوده صحيح طيب